في أول إعلان عن الشيطان جاء في إشعياء أصح 14 ونلاقيه في عدد 12 نلاقي الصفة أو اسم للشيطان زهرة بنت الصبح يقول له كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح زهرة يعني لوسيفر لوسيفر اللي هو الضوء المتلقلق حامل النور حامل النور المتلقلق وده اللي بيوصف به أيضا في سفر حسقيال لما بيتكلم في عدد 12 و13 في حسقيال 28 يقول أنت خاتم بيكلم إبليس أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الكمال كامل الجمال كنت فيه عدنة جنة الله كل حجر كريم ستارتك يعني غطاءك عقيق أحمر ويبتدي يوصفه وهو كان هذا الإبليس كان واحد من الملائكة زي ما ذكرنا من قبل كده وهذا الملائك سقط يقول له أنت الكروب المنبسط المضلل في رتبة عالية رتبة الكروب دي رتبة عالية من الملائكة القريبين من الله المسبحين لله فكان يسبح الله وكأنه بعض المفسرين يقولون أنه كان قائد جوقة إبترنيم لله لأنه بيكلم يقول له فخرك رنت أعوادك العودة طبعا هذه أمور كلها مجازية يقول له أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إسم وجد في إبليس إسم ما هو هذا الإسم؟ هذا الإسم كان هو الكبرياء فيتكلم في سفر إشعياء بمنتهى الوضوح في أساحة 14 عدد 13 و14 يتكلم عن هذا الخطأ الذي صنعه إبليس يقول أنت قلت في قلبك إبليس قال كده هو أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاس الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي فإبليس أراد أن يصير مثل الله الكبرياء هو أصل الخطية بين الملائكة وكذلك هو أصل الخطية بين البشر وسوف نرى كيف صار هذا هو أصل خطية بين البشر وتحول لوسيفر من روح خادمة إلى روح متمرد وعدو شرير لله